مسلسل انتهاك حقوق الفرد العراقي يتواصل خاصة في محافظات وسط العراق وجنوبه الذي يشهد احتجاجات متكررة ويتعرض المحتجون إلى العنف المفرط من قبل القوات الأمنية عبر استخدام الذخيرة الحية وزج قوات قتالية لفضل احتجاجات استخدمت هذه القوات الرصاص الحي استخدمت القنابل المسيلة للدموع يعني مباشرة يوجهها على المتظاهر مفوضية حقوق الانسان التي رصدت الانتهاكات بحق المحتجين بدأت فعليا بإقامة دورات لضباط وزارة الداخلية في المحافظات الجنوبية ومنها الديوانية لتعريفهم بأهمية حقوق الانسان وقواعد الاشتباك الآمن دون اللجوء إلى العنف المفوضية أيضا كانت وثقت أكثر من وجود 25 ألف إصابة بين القوات الأمنية والمطاهرين وهناك أكثر من 568 شهيد أيضا بين المظاهرين والقوات الأمنية وهذه أرقام كبيرة جدا هي التي دعت المفوضية إلى دعم القوات الأمنية من خلال بيئة تطوير القدرات والقابليات والتركيز على المظامين التي من خلالها تستطيع هذه القوات أن تتعامل مع المتظاهرين بعيدا عن لغة الصدام بعيدا عن استخدام العنف المفرط رغم اعتراف الأجهزة الأمنية بتسجيل انتهاكات طالت المتظاهرين إلا أنها تحدثت عن وجود تحقيق بعمليات القتل واستخدام القوة ضد المحتجين وأن الوزارة توجهت بعدم زج القوات القتالية لفضل احتجاجات ما يخص بعض التصرفات الفردية التي حذت من أفراد الأجهزة الأمنية تجاه الأخوة المتظاهرين وزارة الداخلية جادة بالتعامل مع هذا الملف وأعتقد الملف مناط بالقضاء العراقي وكنا نعرف أن القضاء العراقي هو قضاء عادل كذلك المتابعة الجدية من قبل السيد الوزير بينها هذا الملف وإحالة المسيئين بالتعامل منهم للقضاء وكان تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم قد أشار إلى أن بعض الفصائل المسلحة تعمل خارج سلطة الحكومة والأخيرة غير قادرة على السيطرة عليها وعلى وحدات أخرى فعالة تحصل على دعمها من طهران ورغم إقامة هذه الدورات التثقيفية إلا أن خطر انتهاك قوانين حقوق الإنسان ما زال مستمرا في ظل وجود أجنحة مسلحة لا تلتزم بتعليمات وزارتي الداخلية والدفاع كما أشارت تقرير الأخير للخارجية الأمريكية ميثم الشباني الحرة الديوانية